اهلا وسهلا بكم معزا المشاهدين في كل مكان مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني كرة طولية في اتجاه خوسيليو وخطأ فادح من سافيتش تعدي كده من خوسيليو وسافيتش يلمس الكرة بالخطأ بقدمه ويضع هدف في مرمى نيران صديقة تغير اتجاهها الكرة وتسكن الشباك حارس اتلتكو مدريد يقع في الشباك ويشاهد الكرة وهي تدخل المرمى هدف الحسم لريال مدريد وأعتقد ان ريال مدريد هو يستحق الفوز عنه الهدف الرابع جاء في الدقيقة المائة وستة عشر من الشوط الإضافي وأعتقد ان ريال مدريد سوف يفعلها